اشتركوا في القناة 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 يأما يستثمر ويعمل مشروع اللي يخلق الثروة احنا يبدو انه الكنوز ما عنيش برشا دوك لابروف ما تأسهل حاجة هو انك تحفر بش تلقى الكنز وحتى ترف الكنوز اللي عنا عنا برشا تعقيدات بش نخرجوها حتك تخرجو تنجل تتعاقب على المستوى الدولة كيف كيف هو الاستثمار هذك عليش اليوم اهم محرك من محركات النمو هو الاستثمار ذكروا انه نمو هو الارتفاع في الثروة في الثروة اللي تخلقها البلاد في فترة معينة هو هالبي بي ذي الناتج الداخلي الخام قد يزيد هذك هي الثروة اللي هي مربوطة بالاستثمار اليوم تونس قادر انها تحقق نسب نمو كبيرة ورو كنحكيو نمو رو مش ارقام في تبلويت لانه النمو ينعكس على حياة المواطن كيفاش لانه كيف يصير نمو ويتحرك الدولاب دونك الشركات تحقق ارباح دونك تخلص الضرائب دونك الدولة مواردها الجبائية تكبر وتولي عندها امكانيات بش تصرف على المرافق اللي هي تهم المواطن على التعليم على الصحة على البنية التحكيتية على الكياسات على هذية كل دونك نرجعو الاستثمار اليوم وينو الاستثمار هذي الاستثمار للأسف غايب بينصير فما زوز انواع من الاستثمار بش نخلقو الثروة فما الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي اليوم هل انو الاستثمار الداخلي كيفي بش نخلقو الثروة للأسف لا علاش لانو الناس شنو تستثمر تستثمر من المدخرات متاعها بار كونتر احنا كنشوفو جوزت بركة من 2019 في 2020 نلقاو انو لتو دي بارني نسبة الادخار تراجعت باكثر من 50% دونك ملي كانت في حدود 9% في 2019 هبطت لاربعة بالمياه في 2020 دونك من نجموش نعولو مع ناش سيولة باش انو بفلوسنا احنا كتوانسة الاستثمار متاعنا يكون كيفي باش نخلقو ما يكفي من الثروة هذيك عليش اليوم الحل هو في الاستثمار الاجنبي هذيك عليش نسمعو ديما كلمة لزيديو الاستثمارات الاجنبية المباشرة اللي هي تنجم تحللنا المشكلة متاعنا اليوم باش تكون تونس افضل وتونس تخلق ثروة في تقديري الحل الوحيد هو انو نحلوا البابين والشباب كودين الكل باش الاستثمار الاجنبي يجي لتونس عليش مجيش هنا يجي سؤال كبير خطر اذا باش نحاول هل احنا دولة تشجع الاستثمار الدولة نظريا تشجع الاستثمار تشوف القوانين ولكن عمليا يكفي انو يشوفوا ارقام الاستثمار باش نفهموا انو حتى كان احنا في مخاخنا قاعدين نشجعوا النتائج الاستثمار الداخلي ما فماش الاستثمار الخارجي ضعيف اليوم كيفاش نشجعوا هي المشكلة مشكلة مشكلة متاع ثيقة انتي تعرف البقية امين مشكلة متاع ثيقة لانو الاقتصاد يقوم على الثيقة اول حاجة يزي مخمو فيها قبل قانون الاستثمار والرخص وغيره اللي شوفنا ببرشة نصوص صارت عملنا مجلة الاستثمار وعملنا الاوامر التطبيقية ولكن النتائج ما كانتش في المستواء علاش عخاطر فهمها مشكل متاع ثيقة اللي اولا ساعة المستثمر الاجنب يراه ما يجيك الا ما يشوف التوين سيستثمر على خاطر هو شنوش يخمم يخمم يقولك اي حد عنده امكانية بش يستثمر في بلاده وما يستثمرش راو سيكو يا ام بروبليم على خاطر اي صاحب مؤسس وإلا معتوه انتروبرونير راو خاسر نهارة اللي ما يستثمرش خاطر كيرقد الفلوس في البانكة راو خاسر فيها دونك هو يربح اكثر كيف يستثمر اذا ما يستثمرش هذك علاش مهما كانت امكانيات الاستثمار الداخلي ضعيفة ولكن يلزم نركز عليها على خاطر اول حاجة يخزر لها المستثمر الاجنبي يشوف هل انه التوينسة ولاد البلاد قاعدين يستثمروا ولا لا يشوف هما موش قاعدين يستثمروا يقولك هما ما اخذبش الريسك في بلادهم وين عايشين وين عايشين ولادهم باش انا ناخد الريسك هذك علاش اليوم مناخ الاعمال يلزم يشجع الرأس المال الوطني انه يستثمر وين نحي العواق قدامه اثنين راهو الثيقة هي ايضا انه يكون فما قضاء عادل انه يعرف اللي نهارت خطره اجنبي جاي لبلادك النهارت اللي باش يتعارك للدولة مع الدولة فما قضاء يعطيه حقه موش يقولك انا نمشي نستثمر في بلادهم بعد يغوروا عليها دونك هذي جانب فما جانب الاستقرار السياسي والقانوني يقولك باقي انا نجي نستثمر اليوم هي وانتوما بعد عامين ثلاثة تتبدل المنظومة وتتبدل القوانين نلقى روحي انا فلوسي مشيت عليها حرام دونك يزموا انه استقرار على الاقل القانوني جي باقي سياسي على مدة خمسة عاشرة خمساشرة سنة يعرف اللي هو ينجم يستثمر ومن بعد نجيو للجانب العملي اللي هو راهو اللي بش يستثمر شركات كبار راهو ديما يخمم في انه نهارتلي مجلس الادارة يقرر بش يستثمر من عرشنا ميتين مليار في تونس راهو يحب بعد عام المعمل المتاعه يبدأ يخدم بش ينجم يصدر كهو يعرف بتجارب من الناس اخرى اللي هو فمشكون مشاء وبش يستثمر كذي وضرب اربعة وخمسة سنين وفي الاخر المشروع وضمانات انه المشروع متاعه يوصل يحقق النتائج متاعه الجانب الخارجي زاده في الاستثمار راهو مش نبدأ وقاعدين نستنعوا هاي وقتاش يجيونا فما ما يسمى الديبلوماسية الاقتصادية اللي هي مسألة مهمة من المفروض انه صفراتنا اليوم بعد اللي صار في الكوفيد واليوم في الحرب في أوكرانيا فما والمشاكل متاع اللوجيستيك اللي صارت انه برشا معامل ومؤسسات اوروبية اللي مشاوا للصين ولكن اليوم اكتشفوا انه الصعوبات اللوجيستيك عقدت لهم امورهم دونك يخموا في سكونابلو نير شورينج بعتها انه ولكن قريبة وهذه مليزاتون تعتونس مليزاتون تانا زاد كيف كيف انه عنا يد عاملة كفقة عنا لكومبيتونس عنا لكادر عنا موقع جغرافي في الوسط بين الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا في قلب المتوسط عنا بوكو داتو اما يلزم نمشي ونعارفو بهم ولكن قبل هذا كل يلزم نعطيهم مناخم تعثيقة للمستثمر التونسي والمستثمر الاجنبي وانهارة الي يولي الاستثمار جاينا بكميات كبيرة وقتها نخلقو الثروة ونبدأو نحكيو على التوزيع العادل الثروة ونحكيو على تونس خيو